ما كانش بس ده هو اللقاء الوحيد للرئيس النهاردة في زيارتين من افريقيا وحادتكم عارفين اهمية افريقيا بالنسبة لمصر واهمية مصر بالنسبة لأفريقيا في هذا الوقت بالذات الرسالة او اللقاء الاول كان يحمل رسالة من رئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية حملتها نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة في جمهورية الكنغو الديمقراطية حملت رسالة من رئيس الكنغو الديمقراطية الى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن الحوار ايضا جرى حول استقبال مصر لقمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر القادم والدور المصري في وضع اسس معينة او المطالبات المختلفة التي تتحدث فيها الى العالم والى كل القادة اللي حيكونوا موجودين علشان تعبر عن وجهة النظر الافريقية والدول الافريقية الاستقبال اللي ورى منه كان من وزير خارجية جمهورية انجولا وايضا جرى في الحوار الثنائي والتنصيق بين الجانبين المستمر بشكل واضح ويعني دائم وايضا انه هو نقل رسالة خطية من الرئيس الانجولي الى الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي الرسالة اللي بيطالب فيها بتطوير العلاقات ومسارة العلاقات الصينائية والتعاون المشترك ما بين انجولا وما بين مصر على فكرة جماعة مصر اصبحت من اهم الدول التي تسعى كل الدول الافريقية اليها الان لنقل خبرات او تطوير التعاون او ان يحصل فيه مشاركة او تدريب للناس عندهم او المسؤولين عندهم في الجهات المختلفة اللي احنا بترتقي بخاصة الموظفين المدنيين يعني بيبعتوهم النهاردة يتلقوا تدريباتهم هنا التطوير البناء السدود مصر اصبحت هامة جدا وهي القبلة الاولى لافريقيا او للدول الافريقية لما يكونوا عايزين يعملوا نقلة نوعية في الاقتصاد بتاعهم او التطور بتاعهم بتكون مصر دائما محطة من هذه المحطات اخر لقاء النهاردة كان استقبال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر رئيس عبدالتاح السيسي استقبل وزير خارجية قطر وطلب طبعا ان هو ينقل تحياته للشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر الرئيس عبدالتاح السيسي الحقيقة اثنى على وححطها كده التقدم الملموس في مصارع العلاقات المصرية القطرية والذي من شأنه ان يخدم اهداف ومصالح الدولتين والشعبين